تواصل الحضائق والمتنزهات على مستوى الجمهورية استقبال الزائرين في ثاني أيام عيد الأطحى المبارك حيث شهدت حديقة أم كلثوم والحرية إقبالاً كبيراً من المواطنين للتمتع بأجواء العيد وسط المساحات الخضراء والأماكن المخصصة لألعاب الأطفال أجواء من البهجة تسيطر على الحضائق والمتنزهات والتي تستمر في استقبال المواطنين في ثاني أيام عيد الأطحى المبارك فحديقة أم كلثوم تعد أحد أجمل الحضائق المطلة على كورنيش النيل وتوفر لزائريها مساحات خضراء وأماكن للجلوس مطلة على النيل هي حديقة مكلثوم دي من الحضائق العامة اللي عملتها المحافظة ودي بيبقى مكان يعني ترفيهي للمحدود الداخل حيث الناس اللي هي ما تقدرش تروح النوادي أو الأماكن اللي هي العالية ده مكان كويس على النيل ما بتخرج فيه أنت وأسرتك بتقدر أن أنت يعني بمصاريف قليلة تتفسح وتقضي العيد في جو كويس نحن في العيد بنزود الأعداد بتاعة الكراسي الترابزات بنتعاون إحنا وإدارة الجنينة في نضافة المكان لاستقبال الجمهور بأساس كل حاجة تبقى متاحة للجمهور اللي نحن تبقى كل حاجة موجودة ومستعدين للجمهور كله اللي شرفنا كما شهدت حديقة الحرية إقبالا كبيرا من المواطنين والتي تتميز بجوها الهادئ والمساحات الخضراء كما يوجد بها أماكن مخصصة للمشي والجري إلى جانب ألعاب الأطفال والله أنا أول مرة راجي هنا وبجد يعني مش آخر مرة إن شاء الله بجد الأجواء حلوة قوي والناس اللي هنا برضو كلهم محترمين والجو لطيف والقاعدة حلوة يعني هنا اتبسطنا في الحديقة والملاقة جميلة وكل حاجة جميلة وأسعار حلوة وكل فترية جميلة برضو والله مقرسان طيبين الحديقة رحلة حلوة كده ونتمتع بيها ونسعد العيال معانا ورحلة سعيدة إن شاء الله أول مرة أجي هنا للحديقة مكان جميل إن شاء الله بإذن الله يعني وفسحة جميلة بإذن الله جميلة جداً يعني أنا أول مرة خشها الناس اللي حصلت في طالية وبصراحها جميلة جداً والأولاد فرحانين بيها وبتاعها حاجة ممتازة جداً وحاجة جميلة ويا ريت تتكرر في كل الميادين وفي كل المحافظات وفي كل الأماكن نجي ناس صبحية فقدرنا فقدر خفيف يعني شاموس الجنينة ولا حاجة شربنا عصير وحطنا الحاجة برضو في مكان كويس ويروحنا كافتريا ومشنا على المامشاة بتاع الكورنيش فيه ألعاب أطفال جميلة جداً الأولاد استمتعوا يعني والقعدة هناك حلوة تحت الشجر جميلة جوه حراء بس فيه أماكن حلوة يعني تعود فيها أجواء احتفالية تستمر على مدار أيام عيد الأطحى المبارك وذلك وسط إجراءات تتخذوا للتأكد من جاهزية مختلف الحضائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى منتصف الليل جرمين إبراهيم التلفزيون المصري